موسيقى مشاهدين الكرام من اسطنبول أحييكم أنا راوين استيريك وأنا حاليا في المقر الرئيس للمعارضة السورية أو الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حسب تسمية الرسمية وضيفنا هو الرئيس الجديد للاتلاف السيد سالم المصلت أود هنا أن أقدم بطاقة التعريفية ولد في مدينة الحسكة عام 1959 درس في عدة أماكن وفي الأخير نال شهادة الماجستير في أمريكا وعمل فترة طويلة كمدير عام لمركز دراسات الخليج وكان رئيس مجلس عشار وقبال سوريا لفترة طويلة وهو من مؤسسي اتلاف المعارضة السورية وفي اجتماع مهم عقد في اسطنبول قبل أيام اختار فيه اتلاف المعارضة السورية رئيسا وهيئة إدارية جديدة له والرئيس الجديد هو السيد سالم المصلت أهلا بكم في قناتي روداو وشكرا لكم لا شك أني سأطرح العديد من الأسئلة وسؤالي الأول هو أني أود البدء من اختيار رئاسة الاتلاف المعارضة السورية بدأت تخسر المساندة التي تتمتع بها في الساحة الدولية كيف قررتم في ظل ظروف كهذه تولي رئاسة اتلاف المعارضة السورية؟ أولا أشكركم على هذه المقابلة حقيقة كان طرح من زملائي في الاتلاف أن يطرحوا ترشيحي وكانت النتائج كما رأيتم المرحلة حقيقة هي مرحلة صعبة لكن نحاول أن نعمل كفريق واحد الاستعادة العمل الحقيقي للاتلاف الاتلاف أسسا للرئاسات السابقة أسست واجتهادت وعملت بإذن الله سنبني وإن شاء الله سنعيد هذا الزخم لهذا الاتلاف وسنحاول أن نوثق العلاقات ونعيد العلاقات مع الكثير من الدول طيب كرئيس ما هي خطتكم أو برنامجكم لإحداث تغيير في المعارضة؟ تعزيز ودعم المؤسسات وحدة كلمة المعارضة السورية وحدة مكونات المعارضة السورية كل المكونات يعني قوة قوتنا كمعارضة هي بوحدتنا بإذن الله عندما أتحدث عن وحدة الشعب السوري تحدث عن وحدة المكونات بالكامل من عرب وكرد وسريان وتركمان وكل المكونات السورية المرحلة صعبة والمرحلة حساسة تحتاج أن تتضافر جهود الجميع ندافع بإذن الله عن حقوق السوريين بغض النظر عن القومية واللغة والدين هذه سورية وهم أهلنا بكل مكوناتهم واجبهم والواجب علينا أن لا ينتهك حق لأي من مكون لا ينتهك حق لأي من مواطن سوري سنسعى بإذن الله لدعم مؤسسات المعارضة في الداخل السوري وتكثيف العمل داخل سوريا وصون حقوق الجميع إن شاء الله نجد أن النصرة قوية في إطراف إدلب كيف هي علاقات المعارضة مع النصرة وماذا تعني النصرة للمعارضة لا تربطنا أي علاقات مع جبهة النصرة نحن نعتمد على الجيش الوطني الجيش المعتدل سوريا ستكون بإذن الله معتدلة سوريا التي نبحث عنها هي سوريا البعيدة عن التشدد لا بد أن تكون سوريا عندما نطالب بتحرير سوريا من الدكتاتورية ومن الاستبداد نريد بسوريا أن تكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية نجد أنه في ظل الجيش الوطني هناك الكثير من الفصال المختلفة هل بإمكان إدارتكم أن تضع كل القوى المسلحة تحت إمرتها؟ الجيش الوطني مؤسسة من مؤسسات الاعتلاف الجيش الوطني السوري والحكومة المؤقتة كذلك هي مؤسسة من مؤسسات الاعتلاف التي تتبع للحكومة المؤقتة وزارة الدفاع نسعى لتوحيد هذا المكون العسكري في الداخل ونسعى أيضا ويسعى القادة لضبط أمن المنطقة دونما أي تجاوزات من أفراد أو عناصر هناك هذه هي مؤسسة المعارضة ستكون بإذن الله المؤسسة التي تحافظ على سلامة الجميع دون تمييز تريد أمريكا وكذلك الدول الأوروبية محاكمة ومعاقبة المنذبين أو المسؤولين عن جراء ترتكب على الأرض وينتمون إلى الجيش الوطني هل هناك قوة معارضة يمكنها أن تحاكم هؤلاء وتعاقبهم وتمنع هذه الاعتداءات؟ هناك قضاء في الداخل السوري والقضاء فيه بعض الموقوفين المدانين ببعض المخلفات هنا وهناك لكن بشكل عام نحرص في الائتلاف نحرص على حقوق الجميع الثورة عندما قامت قامت لحرية أهل سورية وللصون حقوق أهل سورية فلن يكون دورنا إلا ما أسس له الشعب من ثوابت في هذه الثورة هو صون جميع الحقوق هناك سنتعامل مع الجميع لحل أي مشكلة أو أي مخالفة هناك نسعى بإذن الله لعودة أهالي المنطقة إلى بيوتهم أهالي عفرين إلى بيوتهم أهالي رأس العين إلى بيوتهم معززين مكرمين دون ما أن يمسهم أي شيء وهذا التفاهم جرى مع الجهات التي فاعلة على الأرض من القيادات ومن المؤسسات داخل سوريا في عفرين وفي أطراف رأس العين وماكن أخرى كثيرة يسيطر عليها الجيش الوطني هاجر الكثير من أهالي المنطقة هل للمعارضة برنامج لعادة أهالي المنطقة مرة أخرى؟ والكان هناك حديث لتحقيق هذا بالتعاون مع تركيا والقوى الأخرى؟ هذا الذي نسعى إليه وعودة أهل هذه المناطق إلى بيوتهم لم يحدث تهجير بالطريقة التي وصفتها إنما البعض ربما غادر نتيجة المعارك ونتيجة ما حدث حرصنا كل الحرص أن يعود الجميع إلى بيته من كل مكونات الشعب السوري سنكون بإذن الله عون لهم حقوق يعني حقوق هؤلاء الناس أمانة في أعناقنا وواجبنا أن نعيدهم إلى بيوتهم برغبتهم السالمين بإذن الله سنسعى لدعم هذا الأمر وسنسعى بقوة مع أهلنا في الداخل مع القيادات في الداخل مع أخوتنا هنا في تركيا لعودة كل من خرج من بيته إلى بيته هذا أمر حقيقي يعني نضعه في أولوياتنا لابد أن تعود أن تعمر المناطق هذه بأهلها من جهة أخرى حصل تغيير ديمغرافي في عفرين وفي أماكن كثيرة أخرى ويقال أن عملية تعريب جارية هناك وتشير تقارير دولية إلى هذا هذا الأمر سيتحول مستقبلا إلى مشكلة للمعارضة وهل للمعارضة خطة لتغيير هذا الوضع؟ يعني ما نعرفه على الواقع أنا زرت المنطقة عدة مرات سواء رأس العين أو عفرين هناك ما زال من أهلنا الكرد موجودين وهناك رغبة من أسر كردية بالعودة لكن يمنعهم الطرف الآخر من العودة مرحب بهم بالعودة لكن بعضهم هم تحت سلطة الأحزاب الأخرى هناك التي تمنعهم من هذا الأمر حقيقة نحن يثلج صدورنا أن نرى البيوت يسكنها أهلها الحقيقيين لا نؤمن بموضوع التهجير ولا نؤمن بموضوع التغيير الديمغرافي نحرص كل الحرص على دعم أهلنا دعم حقوقهم أي كان مكونهم أو قوميتهم بالنسبة لأهلنا الكرد هم أصحاب حق وأصحاب منازل في هذه المناطق ونسعى نحن ويسعى كل حليف لنا لعودتهم لكن المشكلة هي ليست في هذا الطرف المشكلة هي في الطرف الآخر يعني الحزب البيدي يمنع الكثير من العودة إلى هذه المناطق بحقيقة البعض تصلنا رسائل من كثير من الأسر الكردية التي ترغب في العودة إلى منازلها لكن المشكلة تقع في الطرف الآخر يقول الناس أن فصال الجيش الوطني تفرض أتاوات بطريقة منظمة على الأهالي ويعتدون عليهم أيضا انتشر اليوم خبر مفاده أن عناصر فصيل السلطان الفاتح فرضوا أتاوات على أهالي واحدة من هذه القرى هذه الانتهاكات التي يمارسونا وفرض الأتاوات هل ستستمر أم ستنتهي؟ يعني لا يمكن اتهام فصيل بهكذا أحداث إن كانت من تصرفات فردية فيحاسب الأفراد عليها لكن أن يتهم فصيل بهذا الشكل لا أعتقد أن الفصائل تريد مثل هذه الأعمال ويرفضونها ولدى هذه الفصائل لدى قيادتها معتقلين من أفراد ربما تجاوزوا بعض الأمور لكن هي تصرفات فردية هذا شيء مرفوض حقوق أهل المنطقة هذا شيء مقدس أكرر أن لا يمكن أن نرمي خطأ عنصر ما على فصيل بالكامل يحتحرص هذه الفصائل على عودة أبناء المنطقة إلى بيوتهم ونحن حقيقة ندعم في هذا الاتجاه حسب التقارير والبيانات والمراقبين المناطق التي وقعت تحت سيطرة المعارضة وهي مناطق كردية غالبية سكانها من الكرد تراجعت الدراسة الكردية والخطاب الكردي وألغيت الدراسة الكردية ما هو رأيكم الشخصي وما هو رأي المعارضة في هذا وهل يمكن أن تعود الدراسة الكردية إلى هذه المناطق؟ لم أسمع بمنع لتدريس اللغة الشيء الوحيد الذي سمعته ومن سنوات أن النظام هو الذي يمنع اللغة التركية وهذا أنا ابن منطقة فيها من أهل الكرد وأهل السريان الذي نعيش كعائلة واحدة أنا أعرف معاناتهم حق المعرفة هناك من حرم المدارس لأنه لا يحمل هوية أو جرد من الهوية قضية الكرد هي قضيتي وقضية كل من يحمل من الكرامة ذرة واحدة هذه معاناة معاناة نظام معاناة مع النظام خلال عقود وتحدثت بداية الثورة عن هذه المعاناة حقيقة كان يحز بالنفس أن يحاول الطفل الدخول إلى المدرسة في عهد النظام منذ عقود منذ خمسة عقود الطفل الكردي الذي يحاول الدخول إلى المدرسة ويمنع لأنه لا يحمل هوية وهو سوري لكن لا يحمل هوية سورية الآن هذا الأخ الكردي أصبح جد بعد خمس عقود ويريد أن يدخل حفيده إلى المدرسة ولا يستطيع لأن حفيده لا يحمل الهوية لا الجد ولا الحفيد هذه هي المعاناة عدونا واحد هذه قضيتنا قضية الكرد هي قضيتي وقضية العرب هي قضيتك لكن مشكلتنا مع عدو وهو نظام الذي سلب الأكراد حقوقهم سلب العرب حقوقهم وسلب السريان وسلب التركمان وسلب كل المكونات الحقوق والآن ترون ما يجري في سوريا لو لا هذا النظام هل هذا هو وضعنا؟ ما وصلنا إلى ذلك وأكد لك أن سنكون كما كنا من قبل نحن من يدافع عن الكردي والكردي هو من يدافع عني وعن السرياني لا يمكن أن تبنى سوريا على أحقاد ولا يمكن أن تبنى سوريا على الانتقام ستبنى سوريا على السلام ستبنى سوريا على التشاركية وعلى المحبة نحن واحد وهويتنا واحدة ومصيرنا واحد لا يمكن أن نستبدل ذلك طيب الآن عندما ننظر إلى سوريا وما يجري على الأرض في سوريا نرى أن الجيش لنقل جيش الأسد يزداد قوة ويتقدم أكثر ويستعيد السيطرة على المناطق التي فقد السيطرة عليها من قبل هل هذا نتيجة لتخفيف الضغط على الأسد أم هو بسبب تراجع الثقة بالمعارضة؟ يعني تعرفون قوة الأسد أين تستند ليس هذا النظام بالقوة التي نرىها لو لا حلفاء لهذا النظام حلفاء النظام روسيا تعلمون وحليف الآخر إيران عندما دخلت روسيا إلى سوريا في عام 2015 كان النظام شبه منتهي وإلا لما تدخلت روسيا لكن هذه الدول دعمها وللأسف يعني أقول هذه الكلمة كانوا صادقين في دعمهم لهذا النظام بينما تراجعت المواقف الدولية تجاه الشعب السوري نريد أن يعيد المجتمع الدولي حساباته ويرى أين الفائدة وأين العمل الحقيقي الذي يجب أن يتقل؟ هل هو بالصمت على جرائم النظام ما يحدث في سوريا من حلفائه؟ أم دعم الشعب السوري في التحرر؟ لا يريد الشعب السوري إلا حريته يعني هل محرم على هذا الشعب أن يطالب بحرية؟ يعني صمت المجتمع الدولي وتراجع المواقف أثر كثيراً هذا مكن النظام عندما تضيفه إلى الدعم اللامحدود من إيران ومن روسيا للنظام تعرف لماذا النظام الآن هو المتمكن في أماكن ما طيب هل هناك احتمال حدوث تغيير في هذه السنة؟ وما الذي ترى أن على القوى السياسية القيام بتغييره؟ وهل من المحتمل أن يحدث شيء كبير وجيد في سوريا؟ الله نتمنى هذا الشيء هناك مساعي كثيرة من هيئة التفاوض من اللجنة الدستورية لكن العرقلة دائماً هي من النظام يعني للأسف اللجنة الدستورية الآن أوشكت أن تكمل عامين حتى هذه اللحظة يعني كلمة دستور حقيقة لم تكتب على أوراق رسمية لدى الهيئة الدولية ما زالت مشاورات وجولات زيارات الوسيط الدولي دائماً تواجه بتعنت وعناد من قبل النظام نتمنى أن يكون هناك كسر لهذه الحواجز نحتاج لجدية أكثر من المجتمع الدولي من الدول صاحبة القرار لو كان هناك جدية لربما انتهى الأمر ورفعت المعاناة عن الشعب السوري لكن ربما البعض يعالج هذه الأمور بسياسة بطيئة لكن هذه السياسة هي كارثة علينا لأنها مكلفة طيب أنتم كشخص كيف تنظرون إلى المسألة الكردية وليس رؤية المعارضة كشخص له علاقة بالكرد من جهة كيف ترون الحل المسألة الكردية في سوريا ما هو رأيكم في هذه المسألة؟ القضية الكردية هي قضية كل السوريين بغض النظر كانت هناك قرابة مع هذا أو قرابة مع ذاك أو لا توجد كرامتنا أن نحافظ على حقوق الجميع حقوق جميع المكونات أهلنا الكرد عزيزين علينا سنسعى بإذن الله لدعم هذه القضية مع الحفاظ على وحدة مكونات الشعب السوري وحدة التراب السوري بإذن الله ستتحرر سوريا وسيستعيد كل مكون حقوقه التي يستحقها والتي غابت عنه عقود هل تعتقدون أو هل تقبلون بحقيقة كون جزء من كردستان في سوريا؟ حقيقة نحن نؤمن بوحدة الأراضي السورية ونؤمن بوجود أهلنا الكرد في سوريا بحقوق كاملة نعتز بمكون كبير ومكون عزيز علينا هنا في إطار دولة واحدة هي سوريا عندما يكون أهلنا الكرد في سوريا بحقوقهم الكاملة فهذه أعتقد أن هذا سيكون إنجاز كبير هذا ما نسعى له نسعى أن نكون واحدا يدا واحدا وقلبا واحد على أرض واحدة أرض واحدة عندما أقول ذلك لن يكون مكون منقص الحقوق في سوريا إلا وحقوقه كاملة لهذا كانت الثورة وقامت الثورة والثمن الذي قدمه الشعب السوري ثمن باهض وثمن كبير لكي يستعيد جميع حريته وحقوقه إن شاء الله الأيام القادمة ستثبت هذا الأمر توجد ضمن إطار المعارضة كتلة كردية المجلس الوطني الكردي تأخذ على المعارضة عدم تخصيصها موازنة شهرية لهذا المجلس هل سيطروا تغيير على هذا؟ حقيقة الاتلاف نحن نتمنى أن نخصص دعم لكل مكونات الاتلاف بما فيها المجلس الوطني الكردي لكن لا يوجد ميزانية لدى الاتلاف الأمور لا تقتصر إلا على مصاريف تشغيلية للاتلاف إن كان من شيء للاتلاف لن نقصر مع مكونات الاتلاف الكامل هذه مكونات الاتلاف هذه مكونات هذه المؤسسة تعزيز تعزيز مكانتها ودعمها حقيقة هو تعزيز المؤسسة ذاتها لن نبخل بشيء إن وجدنا شيء ما لكن بوضع الاتلاف الحالي الوضع المادي الاتلاف ليس بالوضع الذي يمكن الحديث عنه لأنه لا يملك الاتلاف إلا ما يغطي فقط مصارفه التشغيلية لا أكثر حسنا هل ترغبون مثلا أن تقضوا على قوات سوريا الديمقراطية وتسيطروا على المناطق التي تخضع لسيطرتهم وتعد أقليما مستقلا الحقيقة هو ما يتمثل في الاتلاف من الأخوة الكرد والمجسل الوطني الكردي والمستقلين الكرد وبعض الحركات الوطنية الكردية التي سهمت في الثورة ممثلين للثورة هناك أعتقد هناك حوار بين المجسل الوطني والجهات الأخرى لكن لا تربطنا علاقة بقسد أو بأي مكوناتها قسد ليست بعيدة عن أجندة النظام طالما هناك ارتباط بقنديل قنديل هي كارثة على الكرد قبل العرب حقيقة من قدم الثمن ومجازر عامودة وغيرها تشهد يعني البيدي هو صاحب اليد العليا في قسد الضرر طال أيضا أقليم كردستان العراق من جرائم يعني هذا الحزب ونعزيكم بما خسرتم من الحقيقة من الشهداء هناك على يد هذا التنظيم الأرهابي لا يمكن أن نقبل بتنظيم له أجندة تخالف توجه الثورة تخالف أو تضر حتى بقضية أهلنا الكرد المتضرر من أجندة هذا الحزب هم أهلنا الكرد قبل غيرهم مجازر منذ فترة مرت يمكن ذكرى مجزرة عامودة ومجازر أخرى مشعلة تمو رحمه الله هو ضحية لهذا الحزب الذي كان يوجه من قبل النظام السوري وربما لا زال يوجه من النظام السوري وإيران طيب علاقات المعارضة مع الدول الخليج والدول العربية ليست جيدة خاصة مع العربية السعودية العلاقات ليست جيدة ما هو المانع من تحسين علاقات مع تلك الدول للمملكة العربية السعودية والأشقاء مواقف كبيرة مع الثورة السورية منذ البداية ربما تغيرت بعض الأمور لكن هذا لا نسميه خلاف هم أهلنا ونتوجه بإذن الله إليهم وندعوهم وندعوهم لدعم قضية الشعب السوري لن تتخلى السعودية عن الشعب السوري ولن تتخلى الدول العربية وكذلك المواقف التي قدمتها تركيا للشعب السوري مواقف كبيرة ونقدرها عاليا ستكون إن شاء الله الأيام القادمة أيام خير نسعى لتعزيز هذه العلاقة نسعى لعادة دور أشقاءنا هذه القضية تهمهم بشكل أساسي الخطر العدو واحد الذي يتربص بهم ويحتل أرضنا وهي إيران والكل يعلم هذا الشيء بإذن الله ستكون المواقف حسب ما نتمنىها جميع ونتمنى أن تزول الخلافات بين الدول الصديقة والشقيقة هذا سيخدم شعوبهم وسيخدم قضيتنا إن شاء الله طيب ماذا عن الموقف السياسي التركي تجاه سوريا بصورة عامة وتجاه السياسات السورية تتغير هل من المحتمل الآن أن تعيد علاقاتها مع نظام الأسد وتعود العلاقات كما كانت في الماضي وتتحسن العلاقات التركية مع الأسد وماذا ستفعل معارضة حينها وكيف سيكون الوضع يعني حتى هذه اللحظة موقف تركيا ثابت تجاه النظام السوري وتجاه من أساءل الشعب السوري ووصلوا لهذه الحالة لا أعتقد أن تركيا لديها توجه بأن تعيد العلاقات مع النظام السوري موقفها ثابت وهذا ما سمعناه من إخوتنا في هذا البلد لا أتوقع لا أتوقع أن تعود العلاقات في موضوع حل المسألة السورية هناك قوى عديدة هناك إيران وروسيا وتركيا وأوروبا وأمريكا برأيكم أي الحلول ستعود بالخير على الشعب السوري وعلى سوريا الحديث عن إيران وعن روسيا هم حلفاء النظام روسيا ساندت النظام وما زالت حقيقة إيران تحمل مشروع خطير ليس فقط لسوريا إنما لغيرها وهي محتلة في سوريا وجاءت بعصابات ومرتزقة مثل حزم الله وميليشيات طائفية يعني مسمياتها كثيرة لكن لنا أصدقاء للشعب السوري أصدقاء لا نضعهم في مصافة الأعداء يعني حقيقة العدوة الوحيدة الموجود في سوريا وهذا النظام وهذه وإيران والدول والعصابات الإرهابية الموجودة هذه هي عدوة الشعب السوري هناك أصدقاء للشعب السوري موجودين في سوريا ربما المواقف تختلف بين دولة وأخرى لكن لا ننظر لهم أنهم يعني دول احتلال أو دول عدوة طالما رأينا لهم مواقف مع الشعب السوري طيب سؤالي الأخير ربما هناك عدم تجانس في صفوف المعارضة حتى أن بعض مؤسسيها الأوليين ينتقدونها الآن هذه الاختلافات الداخلية في صفوف المعارضة هل ستبقى قائمة في فترة رئاستكم أو ستواجهنا وتعدنا عقبا في الطريق؟ الخطوة الأولى التي ينوى الاعتلاف القيام بها في هذه المرحلة هو توحيد مؤسسات المعارضة ودعم مؤسسات التابعة للإتلاف يعني إن كان من خلاف هنا أو شرق هنا نحاول ترميم ذلك أولا الشيء الآخر هو وحدة المعارضة بشكل كامل هناك شخصيات معارضة هناك أحزاب معارضة هناك تكتلات أخرى اليد ممدودة للجميع وسندعو الجميع للجلوس ونتحدث يربطنا ما إن اختلفنا في بعض المواقف بعض الأمور لكن يربطنا أن الجميع مجمع على الوقوف في وجه هذا النظام من حقيقة من المهم أن نجتمع جميعا وربما الإتلاف سيدعو إلى اجتماع لشخصيات معارضة كبيرة لقيادات في مراحل الإتلاف مهم أن نتشاور أن نقرر ما يريده شعبنا والأهم من ذلك أن نستمع لما يريده هذا الشعب لأنه يعاني كثير وقدم الكثير نحتاج أن يكون قرارنا واحد وهذا يتطلب مننا جهد يجب أن نبذله نسعى بالنهاية أن نحقق هذا الهدف أن يكون قرارنا واحد وموقفنا جميعا مع بعض إلى جانب بعض وأن نتشارك حتى في القرار شكرا شكرا جزيلا للرئيس الجديد لإتلاف المعارضة السورية السيد سالم المسلط وهو من جهة كردي أي من جهة أمه وتحدث عن ذكرى له قبل أن نبدأ هذا الحوار وقال أن رئيس أقليم كردستان السيد مسعود بارزاني التقاه في أقليم كردستان يوما وقال له أن أباه الملة مصطفى بارزاني ووالده كانت بينهما علاقات وهو ينتبه إلى خط كردي معتدل وعلاقاته في الإتلاف مع الجانب الكردي المجلس الوطني الكردي جيدة ومن المحتمل أن تهتم إدارة الإتلاف الجديدة بالكرد أو المجلس الوطني الكردي المنضم إلى الإتلاف ومن المحتمل أن تكون هناك تغييرات جديدة وإلى لقان آخر دمتم بخير